طيب فيه بقى قصة الإشعاعات برضو والكلام اللي بيتقال عن طبعا لازم موضوع الدراسة وتعليق الدراسة وطبعا ممكن وزارة التربية والتعليم اتكلمت على الموضوع ده النهاردة وقالت انه ومتحدث كمان باسم مجلس الوزراء اتكلم برضو عن قصة الدراسة والتأكيد والضغط على موضوع التعليق أو تأجيل الدراسة فقال وزير التربية والتعليم والمشار نادر سعد انه احنا لسه يا جماعة موصلناش يا رب ما نوصل للقصة دي خالص موصلناش ان المسألة تكون يعني خرجة عن السيطرة او وباء تفشة او اي حاجة فنعلق الدراسة لسه الموضوع يعني بيتم السيطرة عليه وان ما فيش اي مشكلة لو لا قدر الله الموضوع تفاقم واستدعى مسألة التعطيل طبعا يعني اكيد ما فيش حاجة اغلى من حياة اولادنا حياة المواطن يعني فبالتالي الوزارة بتقول لا احنا هبقى فيه من المرونة ولو حاجة استدعت ده والموضوع كبر يعني وكده فبالتالي هيحصل هناخد القرار وفقا طبعا للجديد في هذا الامر طيب فيه برضو كلام عمال يطلع ان الحكومة هتصدر قرار بمنع الشيش في المقاهي والكافهات فانا انا مش عارفة برضو يعني ايه اهمية انه يعني الناس مهتمة بقصة شيش بس ما علينا يعني فالمسشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء نفق الكلام ده وقال برضو حتى الان خلونا نقول انه احنا بيقول كل دولة بتاخد قراراتها لان بعض يقولك ايه طب ما فيه دول قفلت المدارس هوش معنى احنا طب ما كل دولة بتاخد اجراءاتها يعني نظرا او وفقا لطبيعة الظروف اللي عندها الامر عندها وصل لفين اجراءاتها الوقائية اخبارها ايه استدعت ده انها تعطل دراسة هتعطلها فيه دول تانية ما عطلتش الدراسة فيه دول منعت اي احتفالات فيه دول الحياة مشي فيها بشكل عادي فكل دولة يعني فيه مدارس في التعامل مع اي وباء او اي امراض معدية يقولك لا الحياة تمشي وتستمر هو انا لما عطل ولا هقفل دي هتبقى يعني التعامل السهل والمباشر في القضاء على الفيروس يعني فيه مدارس فيه مواجهة هذا الامر